وانضم إلينا من تونس ضيفنا الكاتب والباحث السياسي بالحسن اليحياوي أهلا بك سيد يحياوي على شاشة الغد أولا يعني ربما هي علامة تعجب أكثر منها سؤال ما السر وراء حالة العنف السياسي في تونس إن صحت الكلمة وكيف يمكن في رأيك القضاء عليها؟ نعم مساء الخير أولا طبعا حالة العنف السياسي الموجودة اليوم تعود أساسا إلى هذه النخبة السياسية المتصدرة للمشهد هذه النخبة بحد ذاتها والآتية من مدارس إيديولوجية مختلفة ولكنها تشترك في بضع يعني مسائل واضحة المشكلة الأساسية هنا في هذه النخبة ليس في النظام السياسي وليس في النظام الانتخابي الذي أوجد هؤلاء وإنما في شخص هؤلاء بالذات الآن هذا التلون وهذا النفاق بين ظفرين السياسي الذي يميز عامة المتداخلين في المشهد السياسي وأساسا في المشهد البرلماني هو الذي يسبب هذا التصادم وهذا العراق المتواصل طب أعطني مثالا كل هؤلاء يمكن تصنيفهم ويعبر عنه أعطينا مثالا هل مثلا مثلا النهضة مرتبطة باسم راشد الغنوشي إذا ما اترك الأمور تتحسن المشاهد السياسية في رأيك حركة النهضة كما نعرفها طبعا إلى حد هذا اليوم لم نرى لها وجها مستقل عن قيادة راشد الغنوشي ولم نرى لها أي تحركات سياسية أو أي مواقف سياسية دون أن يكون هناك بصمات راشد الغنوشي ولذلك نحن لا نعلم شيئا عن النهضة من دون راشد الغنوشي ولكن من المؤكد أن غياب راشد الغنوشي عن حركة النهضة أو خروج راشد الغنوشي عن حركة النهضة أو أن لا يكون راشد الغنوشي رئيسا لحركة النهضة يعني أننا سنكون في مواجهة حزب جديد بقيادة جديدة وبرؤية جديدة هل هو جاد في عدم الترشح؟ نعم لن يتخلى أي أحد بالبرجعية هل هو جاد في عدم الترشح في رأيك؟ لا حتما لا راشد الغنوش يريد اكتساب بعض الوقت هذه الفترة التي تعرض فيها الانتقادات من داخل حركة النهضة وأيضا من داعميه على المستوى الدولي الذي كان يستمد منهم قوته في الداخل هو السبب الأساسي الذي دفعه إلى إطلاق هذا الوعد وهو لم يطلقه مباشرة وإنما أطلقه عن طريق سيد الهاروني وبالتالي هو يرغب في كسب بعض الوقت حتى يعيد ترتيب أوراقه على المستوى الداخلي والأهم على المستوى الدولي طيب يا سادي حاوي فرضا جدلا إذا لم يترشح راشد الغنوشي مجددا على رئاسة الحركة هل هي بداية للتصالح مع باقي الأحزاب أم التلاعب في رؤيك؟ في نهاية الأمر سواء ترشح راشد الغنوشي إلى رئاسة الحركة أو لم يكن رئيسا للحركة علاقات حركة النهضة مع بقية الأحزاب هي ذاتها ولكن من المؤكد وفكرة الحالتين سواء ترشح راشد الغنوشي أم لم يترشح إلى المؤتمر القادم فإننا سنبدأ نشهد بداية أكثر من نسخة لحركة النهضة أو انشقاق فصيل لبع سبيل لكن نفس الأيدولوجية حركة النهضة لتأسيس حزب الموازي أو حزب ثاني طيب نفس الأفكار نفس الأيدولوجيا طيب خطب من الكراهية من الغضب من بعض النواب يا سادي حاوي يشير إليه اتحاد الشغل لما يتلمس اتحاد الشغل هذه الكراهية وما هي الأسباب وراءها في رأيك نعم الآن يعني الخطاب الذي واجه اتحاد الشغل هو خطاب اعتلاف الكرامة مباشرة واتحاد الشغل يدرك جيدا أن اعتلاف الكرامة يأتمر بأوامر راشد الغنوشي وإن لم يكن في حركة النهضة وبالتالي وجه رسالته إلى راشد الغنوشي لإحراج راشد الغنوشي هذا أولا ثانيا من الطبيعي أن هذا الفصيل المتشدد الذي يتواجد على يمين حركة النهضة أنه يوجه كل انتقاداته لإتحاد الشغل على أساس أن إتحاد الشغل يحمل كما لا بأس به من منظرية اليسار السياسي التونسي أو من اليساريين أساسا وبالتالي بالنسبة إلى هؤلاء وفي تصورهم الأجيولوجي وفي عاقدتهم أن اليسار يساوي الكفر ولأنه دستوريا وقانونيا لا يمكن إتهام أي فصيل سياسي أو أي أحد سياسي بالكفر أو بالتكفير تبقى للقانون التونسي والدستور ووقعت هناك عملية التفاف توجهوا لإتحاد الشغل في أكثر من مناسبة وهذه الأخيرة كانت في ذكر وفاة المناظر ضمن إتحاد الشغل بوعليل مباركي وهذه الأمور تجاوزت الحد المسموح به طيب في عجالة سيد يحياوي على ذكر القانون والدستور خطوة اتحاد الشغل بمقاطعة جالسات الاستماع هل هي خطوة قانونية أو دستورية أم لا؟ في عجالة رجالة لا هي خطة دفاعية يتخذها وله الحق تماما في أن يتخذ هذه الخطوة إذا رأى أن القانون لا ينفذ صلب البرلمان وأن نواب من البرلمان لا يلتزمون ولا يحترمون منظورهم في بقية المؤسسات الاجتماعية أو في بقية الأحزاب شكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات بل حسن اليحياوي ضيف شاشتنا الكاتب والباحث السياسي أشكرك جزيلا